اهلا بكم مشاهدي قناة الجزيرة ايهاك الله يا سيدي تعرفنا عن حضرتك وتحكينا شو اللي صار معكم صبيح هذا اليوم محسوب اقرام زكسي يا بجهاد من بيت جارة صاحب الرابطاري لو تحكينا بجهاد شو اللي صار معكم الصبح ولا شو اللي صار المطعم والبيت هدوا من 26 ثمانية اجوا هدوا ما ضلش شي يعني يرجعوا يهدوه اليوم على التسعة لهم نزل في الجرفات وهذا ما شفنا اللي هم داخلين خلعوا الورد والبستان والدنيا كلهم خلوا شي شي ورد وردوا بستان لانا باني ولم سوي اشي طبعا يعني ما كان في بناهو عبارة عن متنزه بسيط انتو بتعتاشوا من وراء مع رشاد دوالي مع رشاد دوالي ارضي ارضي هذي ارضي كانت مطعم كنت اترزق من وراء انا وكمان 15 شرقين اه قطعوا رزكتنا هدوا المطعم في 26 ثمانية 27 ثمانية جابوا مستوطن حطوه في ارض ما اشي لهم هايوا هايوا كاعد فوك مطعم مستوطن اسرائيلي جابوا من منطقة نابلس ودعموا اه طيب شو اللي صار كمان يعني جرفات دخلت على هدا المكان وراء زي ما انت شايف طلعلي ديشك ديشك طلعي اصطناعي ذا مش طبيعي حتى شجر وورد يعني حرام اللي كاعد بصير بعدين انا بصراحة يعني انا بلوم بلوم جماعتنا بلوم سلطتنا بلوم دولتنا اللي بحكوا عنها لوم دولة انا قلم 26 ثمانية موجودها انا نفسي حدا يطلع عليه ويساعدني نفسي حدا يثبتني خلوا الواقف عجري احي ما ظل شجرين ولا ظل ارض ولا ظل بطيخ لا مين بتضروحنا اطلع شو كاعد بصير كلمة واحد احكالي ياهو المدخل هذا الكابتن هيثم بكل مش فكل الوحيدة انك انت يا كاعد في هاد جبل قلت له انا كاعد في هاد جبل وبدو ظل في هاد جبل عكلبك وكلب غيرك انا موجود انا صاحب حق صاحب ارض هاي الارض تمتلك فيها وثائق وتثبت ملكيتك الها موجود طيب لو تحكينا من ايش كان يتكون هذا المتنزه في انجيل اصطناعي كان وشو الاشياء اللي كانت موجودة هان وزي ما احنا شايفين دمار كبير لحق بالارض كله وارد وشاجر هذا مشتل علي جديد سويته في شهر خمس السنة الفاتت لحد الحين علي مئة الف شيك الدين لصاحبه صاحبه اخذ دفعة صغيرة والباكة هاي موجود شيكات معه يعني كله هذا اللي انت شايفه ما بدي ميخلوني هنا نهائيا عمال بمسع فيه مسح بس ما فشروا لهم ولا اللي وداهم ومعروفا اللي وداهم طيب يعني بتحكي ان جابوا مستوطن لهاي المنطقة وزرعوا وبدعموا في المقابل انت بتعاني من قلة الدعم من قبل المؤسسات الفلسطينية والجهات الرسمية اللي لازم اتبتك في ارضك يا عمي ساعدوني شغلات عينية بسيطة لا تذكر هذا له دعم ولا مساعدة ولا بنعد مساعدة في جبل زيادة اليهود معنيين فيه العينين عليه مش بس اليهود اليهود وأعوانهم اليهود وأعوانهم السقط ها وكل واحد مستفيد من هالشغل هذي بس والله انا بحكي لك الشغل وحده نانا تأموت اخرى ميت سنين ما بحلموا فيها الارض هذي هذي الارض اليه وبالضال اليه وانا ضايل فيها رغس من عن كلهم هالم كرنين اولاد المطبلة طيب يعني فيما يتعلق بالدعم ايضا يعني انتم هذه المنطقة بشكل عام منطقة المخرور مهددة بالمصادرة والاحتلال بطمع على السيطرة عليها طبعا طبعا ما انتشاف طيب ما انتشاف هارجيلو امتدار لعاصيون النفك جابوا لي مستوطن حطوها بقرة فساد عيني على الجميع مراكب الجميع وماش بس هو سعفين من جماعتنا اخرى مراكبينا يعني اللوم مش بس على اليهود اللوم عن الناس النفسه مضعيفة اللي بيتعاونوا محهم يعني المنطقة بشكل عام منطقة المخرور هي منطقة استراتيجية بالنسبة لليهود محاطة بالمستوطنة بالضبط عشان هيك هم بسعوا انا شو السبب بعرفش بس همي ما بدهم يعني في هالجبل وانا ضايل في هالجبل ولا لو بزرعة تعشو بزرعة لبسيط جنوب افغانستان اخرى بزرعة حشيش ومروانة بالدعيش ما ضل شي اللي حياه هنا نهائيا طيب يعني انتشوب الطالب حاليا بعد ما اكم قبل يعني قبل مطالباتك يعني كم مرة هم هدموا لك في هالمنطقة كان في عندك مطالب انا هدولي هدموا لي خمس مرات رجعوني مئة سنة لورا كل ما رجع الدالي وكفي شوية عجري برجعوا بيدمروني وبخربوا بيتي انا بطلب شغلي وحدي احنا باعتبار عنا دولي بيحكوا دولي فلسطينية وسلطة فلسطينية يا عام المفروض يطلعوا لمناطق زيادة مش بس اعلاميا ولا انا بدي اطلعوا على تلفزيون احكي لي كلمتين تطلعوش تشتغلوا في مستوطنات تطلعوش تبنوا لليهود تودوش احجار الفدائي والوطني اللي بقع في ارضو الايام مش بطلب حجر عجري دار تسعمائة اللي بديوا يستشهد وهذا في ارضو بس يضل والمفروض يدعمونا وانا بوجه حكي هذا للرئيس الوزراء لحمد الشتاية وبوجه كلامي برضو لعطفة المحافظ كامل الحميد انا تقريب وزارتي الاشغال من الفان مطنعش هاي موجود عرف لحد اللي حين ما عوضوني شاكل وهي الفان مطنعش لحد اللي حين بسعى فيه يعني هدم مكانك اللي انت بتسكن فيه ارضك هدمت لخمس مرات وما كان فيه دعم واهتمام من قبل الجهة الرسمية بالزبط بالزبط انا ما بدك قعد عيد وزيد عارفين هم الديوانة وعارفين شو المشكلة وبي حدا زارك من الجهات يعني من المسؤولين الفلسطينيين لهذا المكان زارونا في الهدم الاولى بعد الهدم الاولى بعد ما اليوم معنا زارونا بس يا زارونا بس دعم تم زيارتك ووعودك بوعودات بمساعدتك ودعمك واصلاح ارضك ولا حدا الحين زي ما انت شايف لا حدا الحين يعني ما فيه اي نتيجة الشاي نتيجة الدعم كان يعني بسيط وجزئي وبالتالي ما 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 خيمة الف دولار ثلاث تلاف شكل هذو المصاري انا اسمع انا لا بشحد منهم وديمت عمري ما مديتي دي لبنيها دم بس انا وصلت ماء وضع مش انا لوصلت الوضع الجبل وصل الوضع بتحملش المنطقة اذا انا طلعت من هالأرضنا الجماعة الخير الجبل كله بعيد وهذا منه جماعة من مننا وجماعة من عند اليهود اطلع من هالجبلانة فراسهم مشروع وانا شوك في حلوكم وان شاء الله مش بظل شوكي ان شاء الله بظل صنار اخرى في حلوكم عمرا ما بفرحوا في هالأرضا دي هذا الحكي يصال لهم وكل واحد انا بوجه له حكي هذا بعرف هل مكرن بعرف لمن بحكي يعني انت راح تضل صامد رغم هدم المكان للمرة الخامسة راح تضل صامد في ارضك والله يا صاحب يشوف علي اقول لك انا صامد صامد ارضي واللي سو فييه فيش حدا بتحمله ولا بني ادم بتحمل اللي اتحملت انا انا ما بدك لب حالي وطني وسبن حالي محمد جمجي وفؤدي حجازي انا بني ادم بني ادم انزرعت هنا وبظل هنا بس اللي صار فيي واللي دايرين وراي مش مخليني بحالي ارضي ارضي يا جماعة الخير تطلع شو صار فيها حتى الورد مش مالص منهم وين جماعتنا وين اللي بده مساعده مناطق سي وين بعدين ولا هادي هادي بتتبع صفقة الكارن خطة الكارن بدهم مش حدا في هالبلد بدهم مش حدا في ارضه مواكعين على ومخلصين كلي انا بدي عرف الاشي هذا اذا مخلصين يا معا عشان نسلمه وصحب عادة واطلع انتهى انا مخسر حالي ومرت اولادي عشان ارض. طيب انت ساكن هان في نفس المنطقة? انا ساكن في الخينيات ايهم هدوها ماضلش شي. حتى المكان اللي بتسكن فيه. جابوا لباقر جابوا لباقر ونزلوا عشاهنة وهدوا خيمة. شو تتوكى? طيب كان بينكم محاكم وبين الاحتلال كون انت في منطقة يعني اعطوكم انذار. انا مش مش مع حكومة اسرائيلية مش كلتي مع شركة. شركة نصابة بتعاونوا معها نصة بين عرب بيختموا مصالحهم الجميع. اعطيني تعطيك. بدل تبدل خذ هذي واعطيني هذي. مصالح مشتركة. مصالح عليا. ظام علي. وهذا اللي قاعد بصير. طيب. كان محاكم قبل ما بينكم بين الاحتلال بخصوصها الارض? موجود محاكم بس كان في عندنا محامي باعنا. باعنا وكبض من ورانا. وعشان هيك ينهد البيت والمطعم. والمفروض ما ينهدش البيت والمطعم. على الكليل. بس صار اللي صار. وهي رجعوا جرا فولي الارض. طلع. خذ لك صورة من هنا شوف. شوف هذه الضمارة عندك في في كثبان رملية في صحراء. طلع. يعني حاولوا هم يخربوا بهاي الطريقة حتى ما تتمكن من استصلاحها كمان مرة. لسه جرا في الطراب وحط على البوابة وشال البوابة. أنا رجعت البوابة. بكل ما ممنوع تحط بوابة. أنا رجعت البوابة. ده سك الارضي. ديش. ما ظل ليش مجال اقود في ارض طبعا. بس مرضو ضايل فيها. رح ضال صامد. آآ معلوم. طيب. آآ يعني رسالة عبر الجزيرة مباشر بتوجهها للعالم وانت صاحب ارض جرفت وهدمت للمرة الخامسة على التوالي. شو رسالة بتوجهها للعالم وللمسئوليين الفلسطينيين والخارجيين ايضا. والله سيدي انا لا بده اوجه رسالة للعالم. انا بده اوجه رسالة للجماعتي. لحكومتنا. لحكومة آآ الاستاذ احمد اشتية. نشوف المناظر اللي بيصير فينا هنا. ونشوف العينين. انا بنيادة مستادف. اذا ما ساعدتوني وكفتوني عجراي. المنطقة كلها عيدت. وما بتعيد عن يدي انا. لا. بس في ناس بتحاول تكلعنا من الارض. واحنا وحنا ناس عادي بشر عادي. احنا ماش اه لاحنا متنفذين ولا اصحاب آآ نفوذ ولا بطيخ. في ناس بتمحينا وتمسحنا وبتضع الماركة. طيب هذا المتنزه انت شو كان هدفك من عملة يعني ان تترزق من وراء. اراضي هذه طبعا تابعة لأهل بيت جالة. ومنها للخضرية ومنها للبتاتري. منطقة حلوة. ارضي. حكي انا عيش وين ما بدي. حكي افتح شغل وين ما بدي. ما حدا بمليه علي. رب الكون. رب الكون. رب الكون. السجود لا اسمه. هو اللي بمليه علي وين. ورب الكون بدي ياني في الارضة دي. لانه ما حدا بمليه علي وين بدي اعيش ان شاء الله بدي اعيش مغارة. انتم ما لكم هاليا جماعة الخير. نعم. كانت بمثابة يعني مشروع صغير للترزق من وراء. ولعلمك لعلمك لما الهد مطعمي اول مرة كانت عندي كان في عمضان كهرباء خلعون سبعة وستين عمود. كان عندي ساعة الكهرباء. رجعت فتحت مطعمي. بدن ما شركة الكهرباء ترجع للسيعة عندي. شركة الكهرباء حطت حطت السيعة بعيد عني كيلو على الشارع. قال ما منوع ترجع ساعة الكهرباء عندك. طب ليش? هذا اشي زاد صعوبة. طبعا زاد صعوبة. بامر. الحين هذا المستوطن استنى لك هذا بلش واحد. الحين صاروا مية. خشبهم بدولوا كهرباء مية. يعني ممكن يكون في مشروع يعني بؤرة استيطانية جديدة في المكان. والله يا سيدي ما باع بؤرة استيطانية هذا الاشي اللي بتحدده حكومة نتنياهو. مش انا. طيب. اه كلمة اخيرة بتوجهها يعني وانت صاحب ارض جرفات. اه شو الكلمة بتوجهها? شو رسالتك اليوم? والله بصراحة انا تعبان مش قادر احكي. بس ما كلك شغلي واحدة. انا بني ادم ضايل في ارضي. مش رح اطلع منها الا على كبري. الا تهيريد الله. ارضي مش رح شراء. وبعد هاد ضمار اضا. مش رح اقدر اسويش هالحين. بقدر اسكي البواب توقعد في هالارض. تشوف شو بصير. يعني مش قادر لحالة بصراحة. وما حدا مساعدني. واللي بقول لك ساعدني جبلية تا تمنى كاللي عينيه اخرى. ما في مساعدة من اي طرف وهي بتش بشكوا منها معظم. مساعدات عينية. مساعدات عينية. مساعدوني جماعة من اه من مكتب الرئيس. شغلات بسيطة رحل للمحامي. شغلات بسيطة رحل للمحامي. بس بالنسبة للوضع اللي صار عندي هنا. هذ المساعدات لا تذكر. لا تذكر نهيا. ويد واحد ما بتزكف. والبنيات دم مش مش حديد ولا هذا بصعب صعب. يعني شعب شو بتقول لك. نعم. شكرا شكرا لك ابو جهاد. ونتمنى لك ان شاء الله توفيق. وان كلماتك تكون مسموعة لحد يساعدك ويثبتك في ارض اللي هي مهددة اصلا بالاستيطان. يعني كما تشاهدون مشاهدين الكرام جرافات الاحتلال اتت على هذه الارض بالكامل وجرافتها حتى لا يتمكن صاحبها من استصلاحها مع العلم انه يمتلك اوراق ثبوتية وهو طبعا يمتلك خيمة يعيش هو واسرته في هذه الخيمة. الا ان الاحتلال احضر يعني جرافة وقام بتجريف هذه الخيمة. واصبح هذا المواطن الفلسطيني كغيره من الفلسطينيين مشرد بلا مأوى. اليكم.